اشتركوا في القناة اتصالات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني والنهاردة هناخد من لسن 5 و لسن 6 و لسن 7 و لسن 8 يعني لحد نهاية المحور الاول وزي ما احنا متعودين يكون معانا كتاب وقلم ولو مش معانا كتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو الدرسة النهاردة هيكون سهل وبسيط ان شاء الله لان احنا بنتكلم عن بعض المعلومات احنا تكلمنا عنها قبل كده وبعد ما نخلص المحور الاول هنحل اسئلة مع بعض على المحور الاول وهناخد المحور التاني ونحل اسئلة عليه كمان ونخلص المنهج ان شاء الله فلسن 5 او الدرس الخامس عنوانه كيفية استخدام الاتصال الالكتروني ازاي بنستخدم الاتصال الالكتروني يعني ايه الاتصال الالكتروني المعلومات والاتصالات او الانفورميشن and communication تكنولوجي يعني ايه بقى ازاي نتصل عن طريق الانترنت عارفنا في الدروس اللي فاتت ان احنا بنتواصل عن طريق الانترنت عن طريق الصوت ممكن نكلم بعض الصوت بس ممكن نكلم بعض اوديو فيديو او صوت وصورة ممكن نكلم بعض عن طريق التايبنج عن طريق الكتابة او التايبنج او التشات ان احنا نكتب لبعض زي البرامج بتاعت المحادثة ورسائل زي الواتساب وغيره النهاردة هنتكلم على الفيديو تشات الفيديو تشات او المحادثات الفيديو واول حاجة لازم نعرف ازاي نعمل فيديو تشات او how to video chat ازاي نقدر نعمل محادثة فيديو طبعا احنا كلنا عارفين البرامج المختلفة بتاعت محادثات الفيديو زي البرنامج بتاع زوم مثلا موجود على كل الموبايلات والتابلتس دلوقتي ده برنامج فيديو تشات او محادثات فيديو البرنامج ده بيعمل لينك بيعمل رابط بينشق لينك او رابط بتبعته لحد تاني لطرف تاني او مجموعة من الاشخاص التانين اول ما هم بيضغطوا على لينك بيجي لك كده ان الشخص ده او الاشخاص دي ضغطوا على لينك انت تسمح لهم يخشوا معاك في محادثة فيديو يعملوا معاك فيديو تشات ولا لا تشوفهم صوت وصورة وتسمعهم ولا لا ده مثل من أمثلة البرامج بتاعة محادثات الفيديو يبقى أول حاجة في الفيديو تشات أو محادثات الفيديو لازم يكون عندنا تطبيق بيعمل الرابط ده اللينك ده اللي بنبعثه للناس التانية علشان يضغطوا عليه ويدخلوا معاك في محادثة الفيديو ممكن يكون معاك كذا حد في نفس الفيديو تشات زي ما قلنا تبعث اللينك ده لشخص أو مجموعة أشخاص وتكلموا مع بعض وتشوفوا بعد كأنكم قاعدين مع بعض مع أن كل واحد قاعد في بيته تاني حاجة لازم يكون عندك الجهاز بتاعك فيه كاميرا علشان تنقل الصورة بتاعتك للناس التانية ويكون فيه مايك علشان ينقل الصوت بتاعك للناس التانية وما يسمعوك ويشوفوك فلازم يشوفوا صورتك ويسمعوا صوتك فبالتالي لازم الجهاز اللي انت بتستخدمه يكون فيه كاميرا وفيه مايك هنتكلم بقى عن الجزء ده دلوقتي وإزاي نعمل فيديو تشات أو إزاي نعمل محادثة فيديو فبيقولنا هنا how to video chat إزاي نعمل محادثة فيديو أول حاجة to start a video chat you must create a link a link اللي هي الرابط اللي قلنا عليه and send it to others and send it to others وتبعته للآخرين تاني حاجة to join the video chat you must click on the link and wait for the other allow you to يعني لازم علشان to join the video chat ده is turn it on turn it on يعني مفتوح يعني شغال so that لذلك you can talk and listen to others تقدر تتكلم وتسمع الآخرين make sure to turn on the camera لازم تتأكد كمان ان الكاميرا turn it on أو شغالة to be able to see you and for others to see تأكد ان الكاميرا شغالة علشان الآخرين يقدروا يشوفوك وانت تشوف نفسك كمان وتشوفهم بمنتغل سهولة آخر حاجة طبعا لازم نتكلم عنها وهي ان انت لازم تكون لابس ملابس مناسبة ما تطلعش في الفيديو تشات بأي هدوم بشكلها غلط مثلا ولازم كمان تتأكد ان مفيش حاجة لها دعوة بالبيانات السرية بتاعتك أو بأسرتك في الخلفية يعني ماينفعش نافتح فيديو تشات معاك وانا في بيانات شخصية خاصة بيا سرية ماينفعش أطلع عليها حد موجودة ورايا في الخلفية فالكاميرا هتنقلها وهي بتنقل صورتي فهنا بيقول لنا make sure to wear appropriate clothing appropriate clothing يعني ملابس مناسبة واخر حاجة بيقول لك make sure that there is nothing in the background that indicated your address or personal information indicated يعني بيوضح بيحدد بيشير إلى الادرس بتاعك أو الانفرميشن بتاعتك يبقى make sure that there is nothing in the background that indicated your address or personal information تاني حاجة في الالكترونيك كميونيكيشن أو تاني حاجة في الاتصالات الإلكترونية عندنا الـ chat rooms الـ chat rooms أو غرف الضردشة it is a group أو مجموعة يعني room غرفة interested in a topic such as technology sports games هي بتبقى غرفة من غرف الدردشة أو مجموعة من الناس interested in مهتمين ب a topic a topic يعني موضوع معين موضوع من الموضيع such as technology sports games زي التكنولوجيا sports أو الرياضيات games وإحنا تكلمنا عنها في المرة اللي فاتت بيقولك you can write and send your comment أنت ممكن في الـ chat rooms دي أو في غرف الدردشة دي أنت تكتب وتبع الـ comments أو التعليقات بتاعتك وتشارك الآخرين برأي وتشارك الآخرين بقراءك فبيقولك هنا be polite polite يعني مؤدب مهزب be polite خليك مؤدب helpful خليك مهزب helpful ومفيد متعاون and positive and positive وإيجابي ثالث نوع من أنواع electronic communication أو المصال الإلكتروني اسمها instant messaging instant messaging أو المرسلة الفورية طبعا زي ما قلنا من شوية في برامج كتيرة للinstant messaging أو المرسلة الفورية أن احنا مثلا ممكن نستخدم برنامج زي برنامج الواتساب أكلمك وتكلمي أبعث لك وتبعث لي على طول فهنا دي instant messaging أو مرسلة أو محادثة فورية بيني وبينك أنا أكلمك وأنت بترد علي في نفس الوقت فهنا بيقولك click on the name اضغط على الاسم of the person بتاع الشخص you want to message اللي انت عايزت تبعت له write your message اكتب الرسالة بتاعتك and then click sent وبعد كده اضغط ارسال sent يعني ارسال طبعا وبعد كده اضغط ارسال ويهتتبعت له الرسالة على طول بيقولك use short sentences استخدم جمل قصيرة instead of full sentences instead of يعني بدلا من full sentences الجمل الكبيرة الجمل الكاملة الطويلة and add symbols and add symbols واضف رموز ممكن تحط وش بيتحك ممكن تحط اي رمز من الرموز زي ما احنا كلنا عارفين and pictures وصور to communicate to communicate علشان تتواصل باستخدام instant messaging او المرسلة الفورية زي ما قلنا من شوعي واخر نوع من انواع electronic communication الاتصال الالكتروني هنتكلم عنده النهار ده هو email email او البريد الالكتروني to send an email علشان تبعت email to someone لشخص ما email بيكون عبارة عن window زي ما انت شايف قدامك كده الصفحة دي او الwindو دي بيبقى فيها خانة مكتوب فيها to to او الى ده طبعا بنكتب فيه العنوان او email بتاع عنده email او عنوان خاص به هو عمله في موقع من المواقع اول ما يدي لك email ده انت بتكتب العنوان بتاعه ده او الاميل بتاعه ده في الخانة بتاع to علشان تبعت له بسهولة تاني حاجة subject او عنوان بتاع رسالة نفسه subject ده اللي هو title title او عنوان رسالة يعني انا مثلا ثالث حاجة بنضغط على send send او ارسال بعد ما نكتب بقى في الصفحة بتاع email او في المكان بتاع الرسالة بتاعتنا اللي احنا عايزين وكل ممكن كمان تحط في email بتاعك صورة ملف صوت ملف فيديو ممكن تبعت اي ملف جوة email بتاعك بمنتغ سهولة كمان يبقى اول حاجة to send an email to someone enter his email address into field حط email address او العنوان بتاع email بتاعه في الخانة بتاع to field يعني خانة او حقل في الحقل بتاع to اللي هو المرسل اليه ثالث عنوان الرسالة في subject ثالث عنوان الرسالة في subject ثالث write the subject and send it through send بعد تكتب رسالة نفسها وتضغط على send فاتبعتها بملتغال سهولة make sure you use the correct grammar تأكد ان انت تستخدم correct grammar او القواعد الصحيحة and ensure that attachments sent are safe and accurate attachments اللي هي المرفقات الحاجات اللي احنا قلنا ممكن تبعتها مع email بتاعك لازم تأكد that attachments ان attachments دي او المرفقات are safe يعني آمنة ما فيهاش اي فيروسات ما فيهاش اي حاجة and accurate and accurate ودقيقة يعني ما تبعتش اي حاجة وخلاص نروح لليسون 6 او الدرس السادس online online learning environments online learning environments او بيئات التعلم على الانترنت زي ما عرفنا قبل كده ان فيه اماكن كتيرة ممكن نتعلم منها على الانترنت ومنصات كتيرة منها منصات مشاركة الفيديو اللي كلمنا عنها في المرة اللي فاتت وغيرها النهار ده هنتكلم اكتر عن المنصات دي والاماكن بتاعت التعلم على الانترنت لان الانترنت زي ما قلنا هو سلاح زو حدين ممكن ينفعك جدا وتستفيد منه بمعلومات كبيرة وكتيرة وممكن لقدر الله لو ما خدتش بالك ومشيت ورا مصادر غير موسوق فيها تتضر وحد مثلا يبعط لك معلومات خاطئة تصدقها ويدرك وبالتالي ما تستفيد من الانترنت بالشكل السليم فهنا لسون 6 بيقول لك Online Learning Environments أو بيقات التعلم على الانترنت بيقول لك في منصات كتيرة دلوقت ممكن نتعلم عليها على الانترنت ممتاز سهولة وبيتقابل فيها المعلمين والطلبة وكمان يتناقشوا مع بعض في المناهج بتاعتهم وكمان ممكن يتبعت لهم على المنصات الواجبات والطلبة يحلوها ويبعتوها تاني فالمنصات دي بقت موجودة على الانترنت إنهم يتواصلوا على الانترنت حيث إن المدارسين ممكن يعملوا إكسبلينيشن أو إكسبلين لسون إنهم يشرحوا الدروس بتاعتهم تيك تيست إنهم كمان يعملوا إمتحانات ويبعتوا الواجبات كمان للستودنس بتاعهم والطلبة يحلوا التست والهومورك مثلها طبعا منصة إدمودو اللي إحنا كلنا عارفينها ومنصة فلابي دي منصة تانية منصة برضو علمية لها دعوة بالتجارب العلمية هنتكلم عنها دلوقت فلابي أو منصة فلابي It is a virtual laboratory لابوراتوري معمل افتراضي بلادفورم يبقى هي منصة معامل افتراضية virtual laboratory platform أو منصة معامل افتراضية that enables اللي بتتيح بتمكن teachers and students المدرسين والطلبة to conduct scientific experiments ان هما يعقدوا ان هما يعملوا ويجروا scientific experiments اللي هي التجارب العلمية in an interactive environment in an interactive environment في بيئة تفاعلية يبقى منصة فلابي دي هي virtual laboratory platform أو منصة معامل افتراضية بتتيح للطلبة ال students والteachers ان هما ي conduct scientific experiments او ان هما يعملوا التجارب العلمية in an interactive environment او في بيئة تفاعلية interactive environment يعني بيئة تفاعلية يتفعلوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويقول اراءهم وهم بيعملوا التجربة بشكل سليم تاني حاجة بيكلمك انا هو بيقولك national geographic kids طبعا كلنا عارفين national geographic او القنوات المشهورة بتاعت national geographic منهم قناة اسمها national geographic kids او قناة national geographic للاطفال دي طبعا قناة المية بتوفر لك معلومات كتيرة ومتنوعة في موضوعات متنوعة زي الحيوانات او الانيمال والبيردز او الطيور والساينس او العلوم والهيستري او التاريخ والجيوغرافي او الجغرافيا فانا بيكلمك عنها وبيقولك provides children هي بتوفر للاطفال with information المعلومات about animals عن الحيوانات بيردز الطيور ساينس العلوم history التاريخ and geography and geography and geography والجغرافيا كمان فيه كمان موقع من المواقع اسمه interactive map maker interactive map maker ده مصمم خرائط تفاعلي بيتيح لل students وال teachers كمان ان هما يصمموا ويعملوا الخرائط على الانترنت فانا بيقولك provide tools بيوفر الأدوات for students and teachers للطلبة والمدرسين for online mapping for online mapping او لرسم الخرائط على الانترنت واخر حاجة جميلة جدا اعملتها برضو الحكومة المصرية ونشرتها علشان يساعد الطلبة والمعلمين هي ال Egyptian knowledge bank ال Egyptian knowledge bank او بنك المعرفة المصري the first electronic library in Egypt هو اول مكتبة رقمية الكترونية في مصر and contains وبيحتوي على many sources many sources مصادر كتيرة books كتب and websites ومواقع كمان that provide اللي بتوتيح اللي بتوفر that provide you that provide you اللي بتتحلك with information المعلومات on many topics on many topics في موضوعات كتيرة such as york press sphinx national geographic دي كلها ويبسايت او مواقع موجودة ومتصلة بموقع بتاع Egyptian knowledge bank او بنك المعرفة المصري lesson 7 او الدرس السابع a plan for digital research a plan for digital research او خطة لاعداد البحث الرقمي احنا عرفنا البحث الرقمي او digital research في الترم الاول وعرفنا ازاي بنعمله النهاردة بقى بيوضح لنا ازاي بنعمل plan او خطة ان احنا نعمل بيها ال digital research او البحث الرقمي بتاعنا طبعا كلنا عارفين وفاكرين ان احنا علشان نعمل research او بحث لازم بنختار topic او الموضوع بتاع البحث تاني حاجة بنشوف احنا عارفين ايه عن topic ده وان الموضوع ده تالت حاجة ايه points او النقط اللي احنا عايزين نتكلم فيها عن الموضوع ده رابع حاجة طبعا المصادر بتاعتنا لازم تكون موثوقة ومتأكدين منها مش اي مصادر وخلاص علشان البحث بتاعنا يكون بحث سليم فهنا بيوضح لنا ان احنا علشان نعمل digital research او بحث رقمي اول حاجة choose your research topic او اختار موضوع البحث بتاعك think what do you know about your research topic فكر انت تعرف ايه عن البحث بتاعك فكر انت تعرف ايه عن موضوع بحث بتاعك what point do you want to learn about it ايه النقطة اللي انت عايز تتعلمها عن الموضوع ده لان انت وانت بتعمل طبعا لل research ده اكيد هتقابل معلومات جديدة فهتتعلم فهتتعلم حاجات جديدة رابع حاجة بيقولك choose the types of electronic resources اختار مصادر الالكترونية وانواعها that you will use اللي انت هتستخدمها audio recording photos videos مثلا هتستخدم الصوت مثلا ملفات صوت هتستخدم صور photos هتستخدم videos فلازم ان انت تختشوز resources او المصادر اللي انت تستخدمها في digital research بتاعك او البحث الرقمي بتاعك بيقولك كمان ensure that the information and sources are reliable reliable يعني موصوق فيها يعني ممكن نعتمد عليها يبا لازم ننشور او نتأكد that the information in المعلومات and sources and sources والمصادر are reliable are reliable reliable يعني موصوق فيها اخر حاجة بيقولك create an outline outline يعني قم بتصميم مخطط outline يعني مخطط chart أو plan يعني خطة يعني مثلا to write your information logically logically بشكل منطقي ان انت حط كده تصور ان انت تكتب research بتاعك بشكل ان اللي يقرأه يفهمه مش يبقى كلام ملغبط ومحطوط جنب بعضه فده اسمه logically logically يعني بشكل منطقي بصورة منطقية to write a chart chart أو plan عشان تكتب الخطة او الجدول ده it must include لابد ان تتضمن an introduction introduction يعني مقدمة that presents the topic that presents the topic اللي بتمثل اللي بتقدم topic او الموضوع of digital research or report لازم يكون فيه introduction لازم يكون فيه مقدمة للبحث بتاعك عشان خاطر اللي يبتدي يمسك البحث ويقرأه يعرف انت بتتكلم في ايه في research ده او في البحث ده تاني حاجة بيقولك paragraph that presents information clearly لازم كمان تتقسم البحث ده لparagraphs او فقرات نقاط كده مكتوبة that presents information clearly اللي بتوضح المعلومات اللي بتقدم المعلومات اللي بتقدم المعلومات بشكل واضح ثالث حاجة بعد ما تكتب الintroduction او المقدمة والparagraphs او الفقرات بتاعت الresearch بتاعك بتكتب الconclusion الconclusion او الخاتمة او النهية يعني الconclusion الconclusion او الخاتمة او الافكار النهائية or final thoughts زي ما قلنا on the information you provided in the research يبقى تكتب الاخر الconclusion or final thoughts الخاتمة او الافكار النهائية للموضوع بتاع الresearch بتاعك بيقولك كمان المصادر غير الموثوق فيها لازم طبعا تاخد بالك منها وما تستخدمهاش خالص it is online information هي معلومات على الانترنت that is full of errors full of errors يعني مليئة بالاخطاء personal opinions واراء شخصية لناس احنا ما نعرفهاش and sometimes lies and sometimes lies واحيانا بيكون فيها كمان اكاذيب في ال unreliable sources او المصادر بتاعة المعلومات غير الموثوق فيها اما ال reliable sources او المصادر الموثوق فيها فهي information او معلومات written carefully اتكتبت ده عناية and verified وتم التحقق منها by experts by experts من خلال الخبراء الناس اللي عندها معلومات كويس في الموضوع ده without spelling errors حتى ما فيهاش اي spelling errors مكتوبة كمان بشكل صحيح واخر حاجة معانا النهاردة هي lesson 8 lesson 8 او الدرس التامن synchronize and asynchronous communication synchronize يعني اتصال متزامن زي ما عرفنا المرة اللي فاتت و asynchronous communication اتصال غير متزامن عرفناهم المرة اللي فاتت وعرفنا الفرق بينهم في الدرس اللي فات وازاي الاتصال المتزامن لازم نكون فيه احنا كلنا موجودين online او على الانترنت علشان يبقى فيه بيننا synchronize communication او اتصال متزامن اما asynchronous communication او الاتصال غير المتزامن ممكن يكون حد online والتاني غير والتاني مش online او مش على الانترنت ويبعثوا البعض والشخص اللي مش online ده اول ما يدخل على الانترنت بيستلم الرسالة وبيرد عليها وبيرد عليها للشخص الاولاني اول ما يكون متاح على الانترنت على طول النهاردة هنعرف امتى يكون الاتصال المتزامن او synchronize communication مناسب وامتى يكون asynchronous communication مناسب امتى الاتصال المتزامن يكون مناسب وامتى الاتصال غير المتزامن يكون مناسب إيه الأشكال المناسب لها للتصال المتزامن والأشكال المناسب لها للتصال غير المتزامن وبيقول لنا when is synchronized communication appropriate إمتى يكون للتصال المتزامن مناسب فبيقول لك بيكون مناسب إمتى when information is urgent and needs to be convite quickly convite quickly يعني تتنقل على طول بسرعة يبقى لما يكون information أو المعلومات urgent urgent يعني ملحة ملحة بشكل حرج and needs to convite quickly ومحتاج أنها تتنقل بسرعة ده طبعا synchronized communication بيكون مناسب في الحالة دي إن أنت لو في معلومة ملحة أو حاجة ملحة عايز تبعثها لي وأنا مش online أو أنا مش متاح على الإنترنت دلوقتي فالاتصال المتزامن هنا مهم لازم أكون أنا online وأنت online لو في معلومة ملحة أو حاجة ملحة وأنت عايز تقلني فيها فهنا synchronized communication مناسب أو appropriate للحالة دي تاني حاجة بيقولك between between friends and our family members طبعا الاتصال المتزامن أو synchronized communication بيكون appropriate أو مناسب بين الأصدقاء between friends or family members أو بين أفراد الأسرة الوحدة كمان synchronized communication بيكون appropriate أو مناسب when it is contains information about daily life لما نتكلم في حاجة لها دعوة بالdaily life بتاعتنا أو بالحياة اليومية بتاعتنا مثلا أنا عايز أبعث لك وسألك وأنا مثلا راجع من شغلي أو أنت في مدرستك أقولك مثلا هنشتري النهاردة هنعمل ايه our daily life الحياة اليومية بتاعتنا فهنا synchronized communication أو الاتصال المتزامن بيكون useful وبيكون appropriate أو مناسب زي ما اتفقنا من شوية آخر حاجة بيقولك when the answer doesn't require much thought لما تكون الإجابة بتاعتك مش محتاجة تفكير كتير يعني بنتكلم مع بعض كده من غير بعفوية بشكل تلقائي الموضوع مش محتاج بحث وتدقيق بسألك على حاجة بسيطة وانت بترد علي على طول ده برضو المناسب لي synchronized communication أو الاتصال المتزامن علشان خاطر الإجابة بتكون سريعة وسهلة ومش محتاجة وقت كتير للتفكير طب إنت بقى when is a synchronized a synchronized communication اللي هو الاتصال غير المتزامن طبعا الايه هنا هي اللي غيرت المعنى appropriate مناسب إمتى الاتصال غير المتزامن مناسب when is a synchronized communication appropriate أو إمتى الاتصال غير المتزامن بيكون مناسب فيقولك في بعض الحالات زي أول حاجة مثلا when information is important but not urgent يعني لما تكون المعلومات مهمة بس مش urgent مش ملحة دلوقتي يعني مثلا وانت في الشغل بتاعك أو انت وفي المدرسة بتاعتك بتسأل على حاجة مهمة جدا في الدرسة بتاعك في موضوع معين بس انت مش محتاج الإجابة دلوقتي يعني ممكن تبعت ايميل للمعلم بتاعك وتسأله عن السؤال اللي انت عايزه وهو مش اونلاين عادي ده a synchronized communication او اتصال غير متزامن هي المعلومة مهمة بالنسبة لك بس مش urgent مش دلوقتي مش عايز الإجابة دلوقتي هو أول ما يبقى اونلاين هيشوف السؤال بتاعك وهيرد عليه على طول فهنا الasynchronized communication appropriate أو مناسب تاني حاجة بيقولك when it's between people who don't know each other well لما يكون فيه اتصال بين مجموعة من الناس ما يعرفوش بعض بشكل كويس الasynchronized communication او الاتصال غير المتزامن بيكون appropriate او بيكون مناسب للحالة دي كمان تالت حاجة بيقولك when information is about sensitive and complex topics لما تكون المعلومات خاصة بحاجة حساسة او مواضيع معقدة مواضيع حساسة معقدة فالناس ما بتعرفش الكلم فيها بشكل مباشر مع بعض بيحتاج وقت يفكروا علشان يردوا ويشوفوا هيقولوا ايه ويتأكدوا من المعلومة الاول الasynchronized communication او الاتصال غير المتزامن بيكون مناسب في الحالة دي كمان رابع حاجة واخر حاجة when the answer needs a lot of thought when the answer needs a lot of thought لما الاجابة بتكون تحتاج الكثير من التفكير زي ما قلنا من شوية وبكده نكون انهينا lesson 8 وانهينا معا المحور الاول وانهينا درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة لو عجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاقي الف واحد استفاده او الف لايك تحت الفيديو الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته